بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء طلاب الصف الخامس درسنا اليوم عن الحالات الاستثنائية للهمزة المتوسطة الواردة في الكتاب صفحة 91 والواردة في أدوسية صفحة 44 ما المقصود بالحالات الاستثنائية للهمزة المتوسطة؟ عندما أخذنا درس الهمزة المتوسطة لمعرفة كتابتها بالشكل الصحيح نركز على نقطتين رئيسية أولهما حركة الهمزة المتوسطة نفسها وثانيهما حركة الحرف الذي يسبقها وكنا نتبع بذلك سلم الحركات أي من حيث الحركة الأقوى فكانت أقوى الحركات الكسرة وتليها الضم والفتحة ومن ثم السكون فإذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن اتباع سلم الحركات الفتحة أقوى من السكون فتكتب الهمزة المتوسطة على ألف وهكذا لكن هناك بعض الكلمات السبع الكلمات التي تنتهي أو التي توجد فيها همزة متوسطة ولكن هذه الهمزة المتوسطة لم تطبق عليها قواعد التي تم أخذها من حيث قوة الحركات وسلم الحركات وإنما كتبت بطريقة مختلفة عما تم أخذه لهذا هناك درس خاص بهذه الهمزة ويسمى بالهمزات أو الحالات الاستثنائية للهمزة المتوسطة أي هناك حالات مختلفة فمثلا كلمة قراءة لو جئنا إلى اتباع قوة الحركات فالهمزة مفتوحة وما قبلها حرف ساكن والفتحة أقوى من السكون فألأ صح أن تكتب الهمزة بهذا الشكل على ألف لكنها كتبت على السطر لماذا؟ وأيضا غيرها من الكلمات مثل كلمة مروءة مروءة الهمزة فيها مفتوحة وما قبلها ساكن لكنها كتبت على السطر الأصح أن تكتب على ألف كما في هذا الشكل ولكنها كتبت على السطر لماذا؟ كلمة بيئة بيئة همزتها مفتوحة وما قبلها حرف ساكن وحسب القواعد التي تم أخذها للهمزة المتوسطة يجب أن تكتب بهذا الشكل أن تفتح الهمزة تكون مفتوحة والفتحة أقوى من الياء فتكتب على ألف لكنها كتابتها صحيحة بهذا الشكل وهذا ما يسمى بالحالات الاستثنائية للهمزة المتوسطة أي هناك بعض الحالات الاستثنائية التي لا تخضع للقاعدة التي تم أخذها بما يخص الهمزة المتوسطة ويوجد هناك ثلاث حالات أول هذه الحالات أن تكون الهمزة مفتوحة في الكلمة وقبلها ألف ساكنة مثل كلمة قراءة فالهمزة هنا مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة إذا كانت الهمزة المتوسطة مفتوحة وما قبلها ألف ساكنة فحسب القاعدة الاستثنائية يجب أن تكتب على السطر الحالة الاستثنائية الثانية أن تكون الهمزة مفتوحة أو مضمومة ولكن يشترط أن تسبق بواو ساكنة مثل كلمة مرؤة الهمزة هنا مفتوحة وسبقت بواو ساكنة فحسب القاعدة الاستثنائية يجب أن تكتب على السطر لتكون كتابتها صحيحة وليس بهذا الشكل هذا الشكل خاطئ وهذا الشكل خاطئ وهذا الشكل خاطئ لأنها من الحالات الاستثنائية فيجب أن تكتب على السطر مثل كلمة مرؤة الهمزة فيها مفتوحة سبقت بواو ساكنة وإذا كانت الهمزة أيضا مضمومة وسبقت بواو ساكنة فحسب الحالة الثانية تكتب أيضا على السطر نأتي إلى الحالة الثالثة والأخيرة وهي أن تكون الهمزة متحركة بأي حركة سواء كانت هذه حركة فتحة أم ضمة أم كسرة ولكن يشترط أن تسبق بياء ساكنة مثل كلمة بيئة فالهمزة هنا مفتوحة سبقت بياء ساكنة فيجب أن تكتب على نبرة وليس على السطر على نبرة إذن هناك ثلاث حالات شافة لكتابة الهمزة المتوسطة بحيث تكون الهمزة مفتوحة وسبقت بألف ساكنة يجب أن تكتب على السطر وإذا كانت الهمزة مفتوحة وسبقت إذا كانت الهمزة مفتوحة أو مطمومة ولكنها سبقت بواو ساكنة فيجب أن تكتب على السطر والحالة الثالثة وهي أن تكون الهمزة متحركة بأي حركة سواء كانت هذه الحركة فتحة أم ضمة أم كسرة ولكن يشترط أن تكون قبلها ياء ساكنة مثل كلمة بيئة الهمزة فيها مفتوحة وسبقت بياء ساكنة فهنا يجب أن تكتب على نبرة هذه هي الحالات الاستثنائية الثلاث أو الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة أي أنها لا نطبقها على القاعدة كما غيرها وإنما لها قواعد مختلفة بشرط أن تكون الهمزة مفتوحة وسبقت بألف ساكنة أو الهمزة مفتوحة أو مضمومة وسبقت بواو ساكنة أو سبقت بياء ساكنة سواء كانت حركتها ضمة أم فتحة أم كسرة هذا هو درسنا لليوم فكتابة الكلمات بهذا الشكل هو الشكل الصحيح وهذه لو أردنا أن نمشي على القاعدة التي تم أخذها يجب أن نكتبها بهذا الشكل ولكن هذه من الحالات الاستثنائية التي لا تخضع للقاعدة فهذه الكتابة لها تكون خاطئة وهذه هي الكتابة الصحيحة عند التعليل يجب أن نذكر بأن هذه الهمزة أو هذه الكلمة همزتها من الحالات الاستثنائية أو الحالات الشاذة فمثلاً نقول كلمات هيئة وهذا التدريب وهذا هو حل لتدريب الكتاب الوارد صفحة 91 هذا التدريب إجابته هنا على هذه النسية صفحة 44 نبدأ في كلمات هيئة هيئة لماذا كتبت الهمزة المتوسطة على الصورة التي جاءت عليها في الكلمات التالية؟ كلمة هيئة لأن الهمزة مفتوحة وسبقت بياء ساكنة فحسب الحال الشاذي يجب أن تكتب على نبرة وذكرنا هنا أنها من الحالات الاستثنائية يجب أن تذكر أثناء التعليل أن هذه كتبت بسبب حالة استثنائية كلمة عباءة الهمزة مفتوحة وسبقت بياء ساكنة فكتبت على الصطر حسب الحالات الاستثنائية التي تم أخذها مشيئة الهمزة مفتوحة وسبقت بياء ساكنة فكتبت على نبرة لأنها من الحالات الاستثنائية كلمة نبوءة الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن واو ساكنة فكتبات على السطر كما في الحالة الاستثنائية الرجاء كتابة هذا الحل على دفترك وهو حل لتدريب صفحة 91 على الكتاب وكتابته بشكل صحيح